أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين في الحديث عن الإمامة لابد أن نتحدث عن الغدير لأن الغدير هو المكان الذي تم فيه أخذ البيعة بالإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله مكانة أمير المؤمنين في الأمة ومكانته من بعده صلى الله عليه وآله في مواضع كثيرة منذ بدء الدعوة ولكن يوم الغدير يوم تميز فيه البيان عن سائر البيانات الحديث عن الغدير سنجعله في محاور ثلاثة الأول أن الغدير حديث أم حادثة والثاني في ثبوت واقعة الغدير والثالث في دلالته أما الحديث عن أن الغدير حديث أم حادثة فهذا الحديث حديث عام لا يخص الغدير بل يجري في جملة مما يوجد في التراث الإسلامي بعنوان أحاديث مثل المباهلة فإنها تنقل في الكتب بعنوان حديث المباهلة ولكنها حادثة المباهلة مثل يوم الراية يوم أن أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الراية لعلي المشهور في كتب المسلمين أن هذا حديث الراية والحال أن هذه حادثة الراية كذلك مواقف أخرى أيضا تشبه هذا حتى ما يعرف بعنوان حديث الطير فإنه حادثة الطير وواقعة الطير وليس فقط حديث الطير صحيح إن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هو محط التركيز ومصب الأضواء ومجمع الحجة هذا صحيح ولكن الحادثة فيها مزايا وسأشير إلى مزيتين لأجلهما أردت أن اقترحت أن توضع لهذه المأثورات في تاريخ الإسلام عنوان الحادثة للحديث بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ببراءة هذه حادثة وليست حديثا فقط ما الذي يميز الحادثة عن الحديث الذي يعنيني أمرا الذي لأجله أردت تغيير العنوان أمرا الأمر الأول أن الحادثة إذا أخبر عنها فكما يقول علماء الأخبار في الدراسات الأكاديمية للصحافة يقولون إن الخبر المكتمل العناصر يجب أن يجيب عن أسئلة ستة ماذا ومن ومتى وأين وكيف ولماذا وإذا لم يجب الخبر عن هذه الأسئلة الستة فهو خبر ناقص وإذا كان خبرا ناقصا فإن المتلقي سيفترض إجابات عن هذه الأسئلة الستة وهذه مزية للحادثة على الحديث إذا نقل الحديث بعنوان أنه حديث فإن المتلقي لن يفترض أسئلة يراها من اللازم أن يبحث عن جوابها إما أن يأتيني المتحدث والمخبر بجواب عنها وإلا فإني سأقوم بالتفتيش والبحث عن جوابها كيف ولماذا وهذان هما السؤالان المهمان عندنا في دراسة هذه النصوص إذن هذا هو الحافز الأول لتغيير العنوان والحافز الثاني لتغيير العنوان أن الحديث كلام مقولة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه المقولة في كثير من الأحيان تكون محتفة بجملة من القراءن وهذه القراءن بعضها ليس من صنع النبي صلى الله عليه وآله بل من ملابسات مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه القراءن ستضيع إن نقلنا الحديث بوصف أنه حديث ولكن إذا نقلناه بصفة أنه حادثة فلابد أن ننقل جميع أجزاء وملابسات هذه المقالة وسوف نفرض على الناقل أن ينقل القراءن أيضا ليكون الحديث المنقول حديثا واضحا المعنى هذا بالنسبة للمحور الأول أكتفي في هذا المحور بهذا المقدار وأما ثبوت هذه الحادثة حادثة الغدير حادثة ثابتة نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير هذه الحادثة منقولة في مصادر الشيعة بالنقل المتواتر بل إن نقل حادثة الغدير عند الشيعة أمر يعرفه الصغير عن الكبير ليس أمرا خاصا بالمحدثين وعلماء الحديث هو أمر يعرفه عامة الشيعة أهل البيت عليهم السلام ما تركوا هذه الثغرة دون سدم يوم يوم الغدير هو يوم عبادات متعددة مستحبة ليس يوم عبادة واحدة من هذه العبادات زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير وفي زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير زيارة مخصوصة طويلة مجتملة على تفاصيل واقعة الغدير مع بيان مزايا أمير المؤمنين عليه السلام لا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وقد قراءها في مناسبة زيارة الغدير أو في غيرها ينبغي للمؤمن أن يقرأ زيارة الغدير بل ينبغي له أن يكرر زيارة الغدير ومن يقف على كلام ابن أبي الحديد في الخطبة التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام في الموعظة والتي قال فيها ابن أبي الحديد إني لازلت أقرأ هذه الخطبة حتى بلغ عدد قراءتي لها ألف مرة قرأتها قراءها طيلة خمسين سما يقول وكلما أقرأها أتأثر بها زيارة الغدير مثل هذه الخطبة كلما مر بها الإنسان تأثر بها نظير الزيارة الجامعة كلما قرأتها تتأثر بها وكأنك تقرأها للوهلة الأولى زيارة الغدير هكذا إذن أهل البيت عليهم السلام أحيوا واقعة الغدير في ثقافة الشيعة هذا حال هذه الواقعة وثبوتها عند الشيعة وأما عند غير الشيعة فإن رواة حادثة الغدير كثيرون جدا حتى 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 جمعا من أئمة علماء الحديث عند غيرنا قد صنفوا كتبا أفردوها في جمع أسانيد حديث الغدير أو وقعة الغدير من هؤلاء الطبري الإمام المعروف عندهم المتوفى سنة 310 وهو أحد الأيمة عندهم بل يعد من أصحاب المذاهب يعني زيادة على المذاهب الأربعة الطبري جمع في طرق حديث الغدير أخرج واقعة الغدير من طريق أكثر من سبعين صحابي هذا ما جمعه الطبري حديث أو واقعة ينقلها أكثر من سبعين من الصحابة ألا تفيد اليقين ابن عقده من أئمة الحديث أيضا قد خرج واقعة الغدير من طريق 105 نفس من الصحابة إذن واقعة الغدير واقعة متواترة في الطرق غيرنا بل أخبر وحكى الشيخ الأمين رحمه الله عن بعض أئمة القوم أن واقعة الغدير قد نقلت من طريق 120 من الصحابة ونقل عن بعضهم أنها نقلت من طريق 150 من الصحابة وأخبر أيضا رحمه الله عن بعضهم أنها نقلت من طريق 250 من الصحابة طيب هذه الواقعة التي يخبر عنها هذا العدد الكثير من الصحابة ألا تفيد اليقين؟ هذا العدد وحده كاف في إفادة اليقين كيف والقوم قد عدوا بعض الروايات التي نقلها ثمانية من الصحابة من الحديث المتواتر بل عدوا بعض الروايات التي نقلها أربعة من الصحابة من الحديث المتواتر وواقعة الغدير تمتاز عن تلك الروايات زيادة على العدد الكثير الذي لواقعة الغدير فإن الناقلين لواقعة الغدير من مختلف الأشربة وهذا عامل كيفي يؤثر في حصول اليقين من عدد الناقلين لواقعة الغدير ما هي أطياف ناقلي واقعة الغدير عندما نتحدث عن أطيافهم فإننا يجب أولا أن نتحدث عن أشرفهم وهم أصحاب الكساء عليهم السلام واقعة الغدير نقلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكفا واقعة الغدير نقلتها فاطمة الزهراء عليها السلام وكفا واقعة الغدير نقلها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله إذن هذا هو الطيف الأول من ناقل واقعة الغدير الطيف الثاني شيعة أمير المؤمنين الخلص الأربعة الفضلاء المقداد سلمان أبو ذر عمار من ناقل واقعة الغدير الفضلاء الشيعة المخلصون لأمير المؤمنين عليه السلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله غير الفضلاء الأربعة كانوا من نقلة حديث الغدير خزيمة ذي الشهادتين من رواة حديث الغدير المسارعون إلى العودة إلى أمير المؤمنين أبو سعيد الخدري عبد الله بن مسعود هؤلاء من نقلة حديث الغدير هاشم المرقال من نقلة حديث الغدير ومن نقلة حديث الغدير من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام عمر من رواة حديث الغدير من من نقل حديث الغدير من حارب أمير المؤمنين عليه السلام عائشة من رواة حديث الغدير طلحة من رواة حديث الغدير عمر بن العاص من رواة حديث الغدير ومن رواة حديث الغدير أيضا من لازم الحياد السلبي نحن نقول الحياد السلبي لماذا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عد هذا الطريق أي طريق عليا عده الحق فلا حياد مع الحق والذي يوصف بأنه حياد وهو الترك للحق لابد أن يقال في جنبه بالحياد السلبي وهذا الخط يدخل فيه سعد بن أبي وقاص فإنه لم يكن ضمن جيش أمير المؤمنين عليه السلام ولم يحارب أمير المؤمنين لا في الجمل مع عائشة ولا في صفين مع معاوية ولا في النهروان مع الخوارج وممن لزم الحياد السلبي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس هؤلاء جميعا لم يكونوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وهؤلاء جميعا رووا واقعة الغدير وحادثة الغدير إذن واقعة الغدير إذا نظرنا إليها في طرق غيرنا وأسانيد غيرنا وجدنا أنها نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير مع مزية وهي تنوع ناقل حادثة الغدير وهذا يوجب اليقين بصدق النقل لهذه الواقعة ومع أن واقعة الغدير واقعة منقولة بالنقل المقطوع صدقه وقد صرح بذلك من أئمة القوم جماعة كثيرة أكتفي بذكر واحد منهم وهو الذهب وهو ليس بمتهم في الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام وكفاك بينا وبيانا لحال الذهب من أمير المؤمنين عليه السلام موقفه من بعض الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام يقول يشهد القلب بكذبه وأنا أصدقه وأنا أصدق الذهب فإن قلبه واضح أنه لا يقبل مثل هذه الفضيلة هذا واحد ممن أقر بإفادة أخبار الغدير لليقين قال أتيقن أن رسول الله قال مع ذلك يوجد من شاغب على حديث الغدير بمشاغبات متعددة نحن نذكر بعضها وبعضها قد ذكرناه في مناسبات سابقة لذلك لا نريد أن نكرر نذكر بعض المشاغبات منها أن هذا الحديث لم يروى في الصحيحين وهذا من المشاغبات الباردة على واقعة الغدير أولا لأننا إذا قلنا إن الحديث عن حادثة الغدير لا عن حديث الغدير فهذا الكلام فاسد لم لأن مسلما في صحيحه قد نقل حادثة الغدير نعم مسلم لم ينقل حديثة الغدير لكنه نقل حادثة الغدير روى مسلم في صحيحه من طريق من طريق عن زيد بن أرقم متى عندما كبرت سنه جاءه ثلاثة نفر وشكلوا عليه ضغطا معنويا قالوا له يا زيد إنك لقيت خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت منه هذا يسمى في هذا الزمان رشوة معنوية في بعض المراكز الحكومية يعتبر هذا شيئا ممنوعا على أي حال هذه الرشوة المعنوية لماذا؟ لو أنه كان يحدث بحادثة الغدير محتاج هؤلاء أولا أن يأتي ثلاثة نفر معا ليقولوا له ليشكلوا ضغطا عليه إن أنكرت فيوجد شهود عليك أولا أن يأتي ثلاثة نفر ثم أن يستهلوا مطلبهم بهذا الاستهلال الذي فيه نوع من التكريم واللباقة والدبلوماسية كما تقولون طيب يعني أهل العلم لا يقولون هذا يعني كما يقول الصحفيون طيب إذن مع هذه المقدمة زيد أسقط في يده ومع ذلك قال إني كبرت سني فإذا حدثتكم بشيء فخدوه وإذا لم أحدثكم فاعذروني ثم حدثهم بحادثة الغدير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بمكان يدعى خم فوذكر الحادثة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين في حادثة الغدير مرجعية الثق أنه ترك في الأمة ثقلين كتاب الله وعترته صلى الله عليه وآله ولكنه لم يخبرهم أن رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه أعني إن زيدا لم يخبر فيما رواه مسلم في صحيحه ولكن زيد نقل عنه خبر حادثة الغدير في غير مسلم وبيّن مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فعلي مولاه إذن حادثة الغدير منقولة في الصحيحين القول بأن حادثة الغدير المشاغبة على حادثة الغدير بأنها لم تروى في الصحيحين ليست صحيحة طيب ثم ولتكن حادثة الغدير ليست منقولة في الصحيحين فهذا أيعيب الصحيحين أم يعيب قطعية حادثة الغدير الجواب إن هذا يعيب الصحيحين ولا يعيب قطعية حادثة الغدير وهذا نظير موقف الصحيحين من روايات التبشير بالمهدي فإن روايات التبشير بالمهدي كثيرة جدا بلغت من طرق غيرنا في إحصاء بعض أئمتهم نحو من ثلاثمائة رواية وأثر في التبشير بالمهدي ولكن البخاري ومسلم لم يكترث لروايات التبشير بالمهدي ومع ذلك فإن هذا لم يمنع أئمة السلفية من الأخذ بروايات التبشير بالمهدي حتى إن إمامهم في عصر قريبا يعني فيما أدركناه ابن باز كان يحكم بكفر منكر المهدي لأن منكر المهدي مكذب للروايات القطعية التي جاءت في التبشير بالمهدي مع أن روايات التبشير بالمهدي ليست في الصحيحين ومع ذلك فإن واحدا من أئمتهم يحكم بكفر منكر المهدي إذن خلوص صحيحين من رواية واقعة الغدير يشي بل يدل على خلل في الصحيحين لا على خلل في واقعة الغدير هذا حديث متواثر لم يروه الصحيحين ومن الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي لم يروها الشيخان في الصحيحين الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة فإنه حديث متواتر عند القوم ولم ينقله الشيخان في الصحيحين وإذا لاحظت هذه الأحاديث الثلاثة حديث الغدير وحديث التبشير بالمهدي وحديث سيدة شباب أهل الجنة وهي أحاديث متواترة وجمعت إلى هذا ندرة الحديث المتواتر في التراث الإسلامي بل ندرته جدا إذا أخذت هذا بعين الاعتبار ووجدت أن هذه الأحاديث النادرة المتواترة قد خلت صحيحا منهما وهذه الأحاديث بأجمعها أي ثلاثتها تخص أهل البيت عليهم السلام إذن ما قصت الشيخين مع أهل البيت عليهم السلام من هذا الوجه يكون خلو الصحيحين من حديث الغدير يغمز في الصحيحين بل يدل على عيب فيهما لا في حديث الغدير ولو لو أن القوم سكتوا عن الاحتجاج بخلو الصحيحين عن خبر واقعة الغدير لسكتنا ولكن لأنهم تحدثوا فنتحدث وإن عدتم عدنا مسلم كان في نيسابور وكان البخاري في نيسابور وكان ثمة إمام من أئمتهم يوجد أيضا في نيسابور وكان عنده أحاديث الزهري وكان يسمى الذهلي وهذا الإمام المعاصر للبخاري ومسلم كان يوصي به أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل في طبقة أستاذ الذهلي ومع ذلك كان يوصي به وقع اختلاف بينهم في مسألة خلق القرآن ثم أشير إلى قولين القول الأول أن القرآن مخلوق والقول الآخر أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق البخاري ومسلم كان يريان الرأي الثاني أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن بالقرآن مخلوق طيب البخاري ومسلم والذهلي كانوا موجودين في نيسابور مسلم كان يختلف إلى البخاري يعني كان تلميذ البخاري وكان يختلف إلى الذهلي وأخذ عن الذهلي علما كثيرا الذهلي كان يرى أن القرآن ليس بمخلوق وأن اللفظيين مبتدعة بل جهمية وفي يوم من الأيام الذهلي يعلم بموقف البخاري وكان شديدا عليه حتى إن البخارية بلغه مقالة الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في بلد فانسحب البخاري من نيسابور هرب طيب الذهلي في يوم من الأيام في مجلس درسه قال لا يحضر مجلسنا من يقول بخلق القرآن وهو يعلم بمسلم وأنه كان يرى القول بأن لفظه في القرآن مخلوق فوضع مسلم رداءه على رأسه وخرج من درس الذهلي وبعد أن خرج أرسل إلى الذهلي ما أخذه عنه من العلم حمل رجل هذا العلم الكثير الذي أخذته من الذهلي هذا ما هو حتى تعيده إليه الذهلي طاردك من مجلسه أنا لا أقول إنه أمر يسير طاردك من مجلسه يعني أهانك على رؤوس الأشهد المسألة صعبة ولكن العلم الذي أخذته منه إن لم يكن بأجمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فإن فيه جملة وافرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ليس ملكك الشخصي يا مسلم كيف تعيد هذا العلم إلى الذهلي كيف تترك هذا العلم لمجرد أنه طاردك من مجلسه هذا علم هذا حق أم ليس بحق كيف تتخلى عن هذا العلم وتعيده إلى صاحب هل هذا علب ماء بسكويت أخذته من الذهلي حتى تقول الرجل الذي أعطاني هذا هذا التفاح لا أريد منه هذا التفاح لأنه طردني من مجلسه هذا ليس تفاحا هذا ليس بصلا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حق كيف ترده على الذهل وقد استفدته منه في مدة تقدر بسنوات هذا يبين درجة الذهد مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حتى حتى إنه يعيد حديث رسول الله إلى الرجل الذي أخذ منه لمجلد أنه أهانى مثل هذا الرجل نقول إذا كان لم يروي حديث الغدير فإن هذا فإن عدم روايته لحديث الغدير يدل على أن حديث الغدير ضعيف من قال هذا لعل مسلم أخذ حديث الغدير عن أناس بينه وبينهم عداوة شخصية لسبب أو لآخر كما وقعت العداوة الشخصية بينه وبين الذهل لأنه طرده من مجلس درسه فترك أحاديث رسول الله التي أخذها عنه أيضا ترك هذا الحديث الذي أخذه من محدثين آخرين إذن ترك الصحيحين لنقل الحديث لا يجب ضعف الحديث الملاحظة الأخيرة على هذا على هذه المشاغبة أن الصحيحين إذا لم يروي حديثا لو أننا قلنا إن عدم نقل الشيخين للحديث في صحيحيهما يوجب الطرح الحديث فما الذي ينتج عن هذا الذي ينتج عن هذا أن جميع المجاميع الحديثية التي عند القوم يجب أن نقول في الروايات التي فيها أنها إما أن تكون روايات إما أن تكون كل واحدة من الروايات موافقة لما في الصحيحين أو تكون مخالفة لما في الصحيحين فما كان منها موافقا لما في الصحيحين فلا حاجة له لأنه يوجد في الصحيحين يا نسائي ويا ترمذي ويا أحمد بن حنبل قبل الصحيحين ويا بقية يا ابن داود كل واحدة من المحدثين إما أن تكتب في كتابك حديثا موافقا للحديث الذي في الصحيحين فلا حاجة له لأنه يوجد في الصحيحين والحجة قد تمت وإما أن تكتب حديثا ليس في الصحيحين وهذا ليس بحجة لأن خلو الصحيحين منه دليل على عدم صدوره فإذا ما فائدة كتابة أي كتاب في الحديث بعد الصحيحين هذه مشكلة يواجهها من احتج بخلو الصحيحين من حديث واقعة الغدي فليجب عنها إلى يوم القيام طيب ثم عشر دقائق دقائق سنكتفي بالجهات الثانية إذا ثم كم من العلماء قد استدرك على الصحيحين نكتفي بواحد الحاكم النيسابوري قالوا إنه متسامح نقول سنتسامح في تسامح الحاكم النيسابوري ونقول لا بس الحاكم النيسابوري متسامح لكن هل يعني هذا أن كل ما جاء في مستدرك الحاكم ليس بصحيح أي لا يصح من مستدرك الحاكم شيء أم يوجد فيه الصحيح سنأخذ بحكم الذهبي لأنه إمام أهل الحديث عند القوم كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين فيه تسعة آلاف وخمسمائة وثمان وثمانين حديثا الذهبي يقول إن هذا الكتاب ثلثه صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ثلث الكتاب يعني حدود ثلاثة آلاف ومئة وست وتسعين حديثا صحيح على شرط الشيخين ثم يقول الذهبي ربع الكتاب صالح أو حسن أو جيد هو عبر بواو صالح وحسن وجيد ربع الكتاب يعني ألف وثلاث مئة وست وتسع كم أحاديث البخاري أحاديث البخاري في حدود ألف حديث يعني إذا أسقطنا المتكرر منها إذن هذا الاستدراك بهذا العدد على صحيح البخاري يبين أن البخاري قد ترك من الصحيح أكثر مما جمع هذا فقط بنظرة واحدة إلى كتاب واحد وهو مستدرك الحاكم هذا فيما يرتبط بالمشاغبة على واقعة الغدير بلحاظ خلو واقعة الغدير أو خلو الصحيحين عن واقعة الغدير ثم تم مشاغبة أخرى باردة أيضا تذكر ربما في قديم الأيام وفي هذه الأيام أيضا وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان خرج من مكة بعد أن أدى الحج فلا يمكنه أن يصل إلى الجحفة في اليوم الثامن عشر من ذي الحج المدة لا تكفي وهذه مشاغبة باردة يكفيكم أن ترجعوا إلى الخرائط في هذا اليوم وأن تنظروا إلى المسافة بين مكة والجحفة يعني في هذا الزمان الأمر يسير جدا يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج لن نعمل دعاية لبعض البرامج يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج خرائط لتجدوا أن المسافة بين مكة والجحفة في حدود مئة وثمانين وسبعين كيلو مئة وثمانين وسبعين كيلو كم من الوقت تحتاجه لسير القافلة لنفرض أن القافلة تسير بسرعة عشر كيلو في الساعة سنقول خمسة كيلو في الساعة يعني أضعف الإيمان خمسة كيلو في الساعة وفي اليوم يسيرون عشر ساعات إذن في النتيجة في كل يوم يسيرون خمسين كيلو خمسين كيلو لكي يقطعوا مسافة مئة وثمانين كيلو يحتاجون إلى ثلاثة أيام وشيئا من اليوم الرابع إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في اليوم الثالث عشر فيمكنه أن يصل في اليوم السابع عشر إلى الجحفة فإذن المدة تكفي ثم إذا كنت يعني تفكر بطريقة القدماء فارجع إلى مسير رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج من المدينة كما يقول البخاري لخمس بقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة وحيث إن هذا الرقم فيما قال ابن حجر فيه خطأ فالمقصود لأربع بقين خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة فالنتيجة أنه في مدة سيره من المدينة إلى مكة هذه المسافة قطعها في سبعة أيام إذا كانت المسافة من المدينة إلى مكة تقطع في سبعة أيام في ذلك الزمان فيجب أن ننظر إلى المسافة من مكة إلى الجحفة أهي تعادل المسافة من المدينة إلى مكة لا تعادلها المسافة من المدينة إلى مكة أربع مئة وأربع وثلاثون كيلو المسافة من مكة إلى الجحفة مئة وثمان وسبعون إذن المسافة ثلث المسافة أو قل أقل من نصف المسافة بقليل إذا كانت المسافة بين المدينة ومكة تقطع في سبعة أيام فالمسافة بين مكة والجحفة يكفيها ثلاثة أيام نقول أربعة أيام إذن هذه المشغبة مشغبة باردة لا تستحق أن تعطى أهمية وأما الدلالة فلها وقت آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طيب الله أنفسكم سماحة الشيخ أشكر جزيل لحسن إفادتكم وشكر موصول لحسن إصغائل الحاضرين إن كانت هناك مداخلات مع سماحة الشيخ العلامة مرحبون بها نعم إذا سمحتم شيخي أسجل الأسماء للراغبين بالمداخلة ليداخلوا واحد تلو الآخر بلي الشيخ الجليل اسمي الكريم تفضلوا فضيلة الشيخ علي بمداخلتكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهر اللهم صل على محمد وآله الطيبين والطيبين والطيبين بالمداخلة أنا عندي ثلاث مداخلات في كلام سماحة الشيخ حفظه الله المحور الأول سمح الشيخ اقترح أن يبدل عنوان من الحديث إلى الحادثة أنا ما أفهمه أن الغذير بحسبه إن نقل كواقع تاريخية فينقل في كتب التاريخ ويقال أنه حادث وإن نقل في كتب الروايات فينقل اللفظ على أنه حديث أما القرائن فالمفروض أن صاحب الرواية يوكل القارئ إلى كتب التاريخ التي تنقل القرائن أو ربما في الغالب ينقل بعض القرائن فإذا كان سمح الشيخ يقترح أن تبدل أو يبدل العنوان في كتب التاريخ وفي كتب الحديث في كل الحالتين تسمى حادثة بحيث تداخل علم التاريخ وعلم الحديث هذا كناب الأول نعم الثانية الثانية أنا ما فهمته من كنام سماح السيد حفظه الله في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر مخصص للحديث عن حادثة الغدير على أنها مفروغ من وقوعها وإنما نبحثها وفق متبنيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام بمعنى أنه لا بد أن نبدأ من بعد حادثة الغدير الرجوع إلى الوراء كأنه خلاف المنهج المعادل لهذا المؤتمر هذا أمر ثاني الأمر الثالث في قضية ما نقل عن مسلم ممكن أن يقال أن شخصا من طرف جهة أخرى يقال أن رد الحديث ليس عن قضية نزاع شخصي وإنما الهذلي الذي ذكره سماح الشيخ بالنسبة لمسلم على أساس هذه العقيدة التي يعتقدها أصبح شخصا لا تنطبق عليه ضوابط الراوي الذي يمكن أن يعتمد عليه جزاكم الله ألف خير والحمد للعالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جزينا لك فضلة الشيخ فضلوا فضلة الشيخ مصطفى العاملي تفضلوا السلام عليكم شيخنا العزيز عليكم السلام ورحمة الله ذكرتم في سياق كلامكم التفريق بين الحديث والحادثة وأشرتم إلى مائز بينهما وهو ما يتعلق بالقرائن المتعلقة بنقل الحادثة هنا يطرح سؤال عندما نناقش هذه المسألة من خلال ما ذكرتم هناك عدد كبير ممن نقلها كيف نستدل على صحة القرائن التي نقلها البعض الآخر وشكرا نعم شكرا لك فضلة الشيخ إذا سمحتم سماحة الشيخ بالنسبة لمداخلة الشيخ علي هناك أسئلة من أن رضبتم أجيب عن السؤال الثاني بخدمتكم اتفضلوا بخدمتكم اتفضلوا بعدكم أما أن الحديث ينقل في كتب الحديث والحادثة تنقل في كتب التاريخ فالجواب أن حادثة الغدير تنقل في كتب العقيدة وتنقل أيضا على المنابر وهي تنقل في كتب الحديث وتنقل في كتب التاريخ وإذا نظرتم إلى عنوان الغدير في كتب العقيدة مثلا افتحوا دلائل الصدق انظروا في دلائل الصدق وهو كتاب من أنفس الكتب وأشرفها في الملكة كيف عنوان هذا؟ كيف عنوان الغدير؟ عنوانه بعنوان الحادثة أم بعنوان الحديث؟ إذن الأمر لا يقتصر على كتب الحديث وكتب التاريخ حتى تكون العناوين جاهزة توجد كتب أخرى أيضا وأما أن حديث المؤتمر فيما بعد الفراغ عن أصل ثبوت واقعة الغدير فهذه ملاحظة ليست سؤالا لي هذا هو الحديث الذي وجدت أن أطرحه وملاحظتكم واضع احترام وأما الثالث الثالث رد مسلم لأحاديث أستاذي وأما رد مسلم لروايات الذهلي فهو لم يعب على الذهلي أنه سقطت الثقة به وأنه بعد أن قال ما قال فإنه ليس بثقة بل هو باق على الوثاقة وإذا كان باقيا على الوثاقة فلماذا يترك الحديث الذي نقله له؟ نعم لو أنه اكتشف انكشف له أن الذهلي رجل وضع بعد أن طردني من المجلس انكشف لي أنه رجل وضع وأنه وضع جميع الأحاديث التي أخبرني بها وهذه فرضية أشبه بالدعابة لا يمكن قبول مثل هذا فإن كثيرا من الأحاديث متيقنة إما من جهة أنها متواترة أو من جهة أنها محفوفة بالقرينة وإذا كانت محفوفة بالقرينة فإنها مما يعلم صدقه وإذا كانت مما يعلم صدقه فلا يعقل أن يقال في حقها إنها من الأحاديث التي اكتشف الذهلي فجأة جاءه حدثته الملائكة بعد أن طرده مسلم أن مسلما قد وضع جميع الأحاديث التي حدثه بها إذن لم يبق وجه محتمل لترك مسلم لهذه الأحاديث إلا الخصومة الشخصية وأما ما تفضل به الشيخ الشيخ العاملي تفريق بين الحديث والحادث والمأج والقراءة أن القراءة منها ما نقل بالنقل الثابت ومنها ما لم ينقل بالنقل الثابت فما الذي نعتمد عليه من القراءة الجواب عن ذلك إنه لابد من ملاحظة قيمة كل واحدة من القراءة بنقلها وهذا يدخل في البحث عن قيمة أخبار الأحاد وقيمة الأخبار الصحيحة من أخبار الأحاد وقيمة الأخبار الضعيفة ولا بد أن نعطي لكل قيمته بعض العلماء يقول لكل قيمته إذن القراءة التي نقلت بالنقل اليقيني لها قيمة عالية والقراءة المنقولة بالنقل المظنون لها قيمة دون تلك والقراءة المنقولة بالنقل المحتمل الذي لا يرقى إلى الظن ولا إلى الحجة لها قيمة دون أختيها وهكذا وإذا أردنا أن ندرس الحديث برحاض القراءة التي اكتنفته فلا بد أن ندرس كل واحدة من القراءة بمفردها ثم نجمع القراءة بعضها مع بعضا ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة لأن هذا هو الذي يحصل التواتر أو ما يسد ما سد التواتر وهذا يعني من هذا يعرف جواب عن مشاغبة يكثر تردادها في كتب غيرنا وهي أن بعض الأحاديث ليست متواترة فيعترض على الشيعة وكيف تحتجون بهذا الحديث وأنتم أيها الرافضة إنما تحتجون بالحديث المتواتر وهذا حديث ليس بمتواتر والجواب إن هذا إن لم يكن متواترا فهو مما يتيقن صدقه وأما اليقين بصدقه فهو من القراءة التي تحتف به ونحن لا نشترط التواتر فيما نحتج به على أصول الدين وإنما نشترط أن يكون مفيدا لليقين وهذا هو شرط جمهور علمائنا لا نقول كل الشيعة ليس الشيعة مجمعين على أنه لا يحتج في الأصول إلا بيقينا ولكن جمهور الشيعة يشترط ذلك ويشترطون اليقين لا يشترطون التواتر فهذا الخاصم الذي وقف على بعض كلمات الشيعة يقال له أرفت شيئا وغابت عنك أشياء الشيعة يشترطون اليقين واليقين كما يحصل من التواتر فإنه يحصل أيضا مما يسد مسد التواتر ويقوم مقامه وهكذا الحل بالنسبة إلى الدلالة فإن الدلالة عندنا يجب أن تكون يقينية وأما اليقين فإنه كما يكون من الصراحة والنصوصية فإنه أيضا قد يكون من القرائم والقرائم قد تكون ثابتة ثبوتا يقينيا وقد تكون ثابتة ثبوتا ظنيا وقد تكون ثابتة بدرجة الاحتمال كما أن دلالتها أيضا قد تكون قاطعة وقد تكون دون ذلك ولكننا نجمع القرائم بأجمعها والعبرة بالنتيجة إذا وصلنا في النتيجة إلى يقينا قلنا يعني اعتقدنا وإذا لم نصل إلى يقين سكات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر